فيقول المؤلف رحمة الله عليه ونفعنا الله بعلومه وغفر لسائر مشايخنا اللهم آمين وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر فما قاله قد بانا للحق ذاحرا وما في الحدى عمدا لمن مازوا الدكر هذا الأشعري أبو الحسن الأشعري كلامه حالا مكوكا ونفع حالا مكوكا وأربى على من قبله من ذوي الدبر من ذوي الدبر وبيدي هوري عدتي بموغوشي توببنك ما يبي بهالكي بنك فما قاله كونغو دي مكو دي وولي دي مك قد بانا فنياني للحق وننده غونغا ون ظاهران كنة penchان وما في الحدى عمدا نتوار ما فاندون دي لمن مازا وننده انسين دي ندير دو واددكارا وطسكي واددكارا وطسكي اي جون يمري دن ارتدو ننو ننو دي نتال أبو الحسن الأشعري كو غوطو الهوي متكلمين اين ارتدو بحق اللي اي هوري نسوسو جي دفتري اللي ننجي سننالات صلى الله عليه وسلم كو يتيرو دو أبو الحسن الأشعري وفقيني وقتو دو انگورنا مكو دن تاي فين دي مكو دن كو أقيدة المعتزلة بمانا أبو علي ننجي الجباي كو بيدو تيغنو يمممكو كو كمبي تيغنو يمممكو كو وند مكو كو باني دو بحقنة كو معتزلي جو يمو جنغو دن فين دون يمو والي تادي فين دون يمو ساكو ده فين فين دون فين أبو علي ننجي الجباي ووالي مو جابا كنين يلاو لنده فين دون جابا جابا ترجمة نانسي قد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 تفويد كو دي تفويد مطلق هذا يدى الاشائرة ليس يدى السلاف تفويد الكيف تفويد الكيف إذن تفويد المطلق لأنه يوتي إنا الله عالم كوالا عندكو نو فاني دو يدو الله كوالا عندك هذا تفويد المطلق لن يكو عند السلاف بمي جو تفويد كوالا عندكو تفويد او ليس تفويد السلاف تفويد السلاف لا يفاويدون المعنى لا يفاويد الفيدي معنا ينّر لما يخبرونه لغا لما يخبرونه لغاية الحقيقة دونا المجاز دونا المجاز ونو إمام مالك لندراني عن الإستيواء بماكي الإستيواء معلوم ونوان تأسف بنا نانو نعرف كواركم كو معلوم المراد خلاص معلوم المهم فيه العلم بالمعنى والكيف مجهول كوهنو نونون ونري ممجال كوهنو ولي الله ون ridiculous السهل تأسف بنا وعوجه عندها ليصر تأسف لنowania شوهنو أعيذ ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي نانسي قنقر 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 لديك اولاً يستمرون جدوا في النوم في الأستيرون أنهم يجبوني من أحكم الدائم في هذا يفسف لAttention أن يكون السياسي والباء يسمن بفضل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر نحق نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر وَأَخَذْنَا فِي أَمْرِ الْحَجِّ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واستقبالني بالرحب واقعدني إلى جنبه وفاوضني الحديث والشيخ في صفح أي في غرفة موان دابتو ديون علي بن الحسين كي بأي سامر يسلي في مصلاه له في مصلا له في مصلا له فتذاكرنا إلى أن أفضى بنا الحديث إلى أن تسابتو له هم جانت دم بيانن ميت موكومي همبو وذكرت ما كان بيني وبين والده من الأنس فزاد في إكرامي وقال أما إنه كثير الذكر لك وقال إنه في الفور وقام إليه في الفور فعرفه بمقدومي هم بتمومياري أي بقدومي فانفتل من صلاته وقمنا كلنا إليه فبكى وتذكر الأيام التي سلفت لنا وجعل يسألني ويحفي في السؤال عن أحوالي وأحوالي من كان يجتمع معنا وتعلى ذلك ورأيت أن همه في الصلاة فقلت يرجع سيدنا إلى ما كان فيه وأنا أذاكر هذا السيد فقمنا من عنده ورجع إلى السفة التي كنا فيها حتى دخل خادم له فلما رأاه أغلذ له في القول وقال كم أقول لك إذا استعنتك في حاجة فلا تعرج على شيء غيرها فإنني متعلق القلب بك فقال يا سيدي جزت في المسجد الحرام على مجلس عطاء بن أبي رباح فإذا بقوم من أهل الإراق يحاجون أصحابنا الحجازيين في مسألة الإرجاء في مسألة الإرجاء قضية المرجعة وقد علت أصواتهم فوقفت عليهم أنظر ما يكون منهم فلما سمع أبو جعفر ذلك ابنه وحم لذلك وتغير لونه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون مرات فقلت يا سيدي نحن بالإراق أكثر أوقاتنا في هذا الحال يعني قضية المرجعة وأراك قد عظم عليك فقال إنما عظم علي لحديث حدثني به هذا المسل أي والدي وأشار إلى أبيه قال حدثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب طاب السند آه ما أرواه من سند نكون فيه علي فيه هالحسين فيه علي بن أبي طالب قال اجتمعنا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولاده وأولاد أخيه جعفر وكان طيب النفس فهدثنا ببدء الخلق وأن أول ما خلق الله القلم فأجراه في اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق العرش وأقامه على الماء وبعدها خلق السماوات والأرض حتى انتهى إلى خلق آدم عليه السلام فأنزل إلى الأرض فجعل فأنزل إلى الأرض فجعل خليفته أو فأنزل إلى الأرض فجعل خليفته فيها وجعل له نسلة وهم سكان الأرض وأرسل في كل أسر الرسل المبشرين ومنظرين ليدعو الناس إلى التوحيد ويقيموهم على سبيل الأمر والنحي أي الأمر بالمعروف النحي عن المنكر فأجاب منهم من أراد الله سعادته فلم تزل كل أمت على بصيرت من دينها وبينات من أمريها ما دامت متمسكة بأهد نبيها مقيمة على ما فارقته عليه حتى إذا أراد الله إهلاكها نبغ فيهم الآرائيون هم؟ يمب بن سيرتايبه مؤجره فده بجوغتيكو أن باجون أردي إمونكو هاسي اللفان لكي حلق قلبي يوجي أمأ بييم بيارو بيه شياتين الإنس فاستنزلوهم النهج أنبيائهم وزخرفوا لهم باطلا دعوهم إليه فلم يكن لله فيهم حاجة فأهلكهم الله سبحانه وجدد للناس دينهم بنبي آخر وإني خشيت أن يكون قد سارع إلى هذه الأمة هؤلاء الشياطين واسترجاعي وما أنكرته لذلك قدوا دميوئنا لله وإنا إليه قدوا حديث مهندتي وتتوهر قدوا انكوهوتي يتشني مفتدين قال عبد الله بن المبارك فتعملت ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوجدته مبينة في القرآن قيل له في أي موضع ووتيك علي بن أبي طالب يوتك أن يوتى في منك القرآن هذا سرعة الإدراك وبديهة الاستنبات وغور التعمق والتدبر في كتاب الله ننا يوتى لإنعان نوالا في منك القرآن بل أن دهنتك القرآن بما كي سورة العنعام ألا إني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعدهم إلى بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعْلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فَصَمَّ اللَّهُ أَزَّ وَجَلَّ الْفَلَاسِفَةَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ في هذه الآية بخمسة أشياء سماهم أعداء النبوات كوأي بي أنبابه سماهم شياطين الإنس إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم أي شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ليو جادلوكم وَسَمَّا قَوْلَهُمْ زُخْرُفَا زُخْرُفَا الْقَوْلِ تَبِيُوا لَهُمْ خمسة أشياء تسألون عنها زُخْرُفَا الْقَوْلِ وَهُوَ الَّذِي يَرُوقُ ذَاهِرُوكُ وَيَتَي زُخْرُفَا الْقَوْلِ كُهُونَ دَتَاتَ كَنَي مَا يَرِيُونَ لَبَا مَا يَنُوْ لَهُوَ الْقَوْلِ وَهُوَ الْقَوْلِ وَهُوَ الْقَوْلِ وَسَمَّا قُفْتِرَاً وَيَنِّي دُونكَ دِفَنَانَ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ أي يَكِثِبُونَ ثُمَّ قَال وَلِتَسْغَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلْأَخِرَةَ كُوْ جَلْتَوْتَوَ بَكَ دِكُوْ يِمْبَ بِتَاتَ بِجُمْدِنَا حَقِقَ وَمْبَرَ لِنُسِكِتِ بِجُمْدِنَا لَا أَخِرَةَ تَسْغَا اَيْتَمِيلُ وَنُّ وَنُّ تَوْمَا بَكَ وَبَرْتَ يِمْبَ بِجُمْدِنَا لَا أَخَرَةَ لَا أَخِرَةَ ترجمة نانسي قنقر 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 وأن يعينكم على ذكره وشكره وحصن عبادته ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار وصلي اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وصلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يسفون وصلام على الموصلين الحمد لله رب العالمين